اغنيتي كيرك اسم معروف في قائمة الالعاب الاولمبية فهي تلك الفارسة التي تمطط جوادها وتقفز فوق الحواجز الخشبية لتظهر كبطلة المضامير الرياضية لكنها خلف ذلك كله صاحبة ثروة تقدر بنحو 6 مليارات و700 مليون دولار فما سر ثروتها؟ ولدت اغنيتي كيرك في الدنمارك عام 1983 وهي الحفيدة الاولى لأولي كيرك ريستيانسن الذي اسس شركة ليغو لتصنيع الالعاب ما منحها فرصة لعيش طفولة مرفهة فتلقت تعليمها في افضل المدارس وهوى التربية الخيول حيث كانت العائلة تمتلك ايضا مزارع للخيول قبل ان تصبح فارسة واعدة تشارك في المنافسات المحلية والعالمية بعد ان انهت مرحلة الثانوية حصلت اغنيتي على درجة البكالوريوز في علم النفس من جامعة اورهوس وانضمت الى شركة مجموعة ليغو التي كان يديرها والدها كيلت كيرك كريستيانسن بعد ان ورثها عن جده المؤسس اولي كيرك كريستيانسن كان اولي نجارا يمتلك مشغلا صغيرا يصنع المنتجات الخشبية ويبيعها الى شركة مصنعة للالعاب الخشبية قبل ان يقوم بتأسيس شركة العاب خاصة به في عام الف وتسعمائة واثنين وثلاثين حيث صنع اولي حينها اول لعبة من مكعبات بناء خشبية لكنه لم يتوقع انها ستلقى رواجا كبيرا حينها هذه المجموعة باتت تعرف لاحقا باسم مجموعة ليغو حيث اطلق اولي على الشركة اسم ليغو رسميا في عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين تحولت المكعبات الخشبية الى بلاستيكية بعد الاستحواذ على آلة صب البلاستيك وبقيت الشركة تنمو حتى بعد وفاته في عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين حيث تسلم ابنه جادفريد الادارة قبل ان تنتقل للجيل الثالث من العائلة وتخضع لقيادة كيلد كيرك طور كيلد الشركة ووسع اعمالها وبات يدير مجموعة من الشركات تمتلك العائلة حصصا فيها بما في ذلك شركة ليغو ومؤسسة ليغو فاونديشن وليغو ايديوكيشن وشركة كيركبي التي تمتلك خمسة وسبعين بالمئة من علامة ليغو التجارية كما عمل على ادماج افراد العائلة في جميع الاعمال ليشارك كل منهم في الادارة بالطريقة التي يجيدها وبدأ اعتبارا من العام الفين وستة عشر تسليم ابنه توماس المناصب الادارية لهذه الشركات حيث اصبح توماس في ذلك العام رئيس مجلس الادارة لمجموعة ليغو ومؤسسة ليغو التي تمتلك خمسة وعشرين بالمئة من شركة صناعة الالعاب شاركت اغنيتي في ادارة المجموعة وعملت على تطوير الجوانب المتعلقة بمجال دراستها كما قامت بالتوازي على انشاء مركز لرعاية اطفال فرط النشاط وادمجت العاب المجموعة في العلاج النفسي كما نجحت في رعاية مصالح العائلة في مزارع الخيول واسست بنفسها مزارع للخيول وشركات تجارية وزراعية كشركة جولي انيليست اي بي اس في عام 2020 استقالت اغنيتي من مجلس ادارة مؤسسة ليغو وانضمت لادارة شركة كيركبي لتتفرغ لبعض الاعمال الخاصة بها والفروسية فيما لا تزال تتقاسم اغنيتي حصة ملكية تبلغ 75% في شركة الالعاب مع والدها واختها صوفي وشقيقها توماس في مايو 2023 تولت توماس كيرك منصب رئيس مجلس الادارة في شركة كيركبي اي اس خلفا لوالده ليكتمل بذلك تسليم جميع مناصب مجلس الادارة الى الجيل الرابع من عائلة كيرك وذلك بعد النجاحات التي حققها توماس ففي عام 2017 سجلت ايرادات شركة ليغو 5 مليارات و300 مليون دولار وهو الايراد الذي نمى ليصل الى 9 مليارات وتسعمائة مليون دولار في عام 2022 هذه النجاحات العائلية ساعدت اغنيتي على المضي في نجاحاتها وكانت سببا رئيسيا في جعلها تعتلي قوائم سيدات الاعمال الاكثر ثراءا كما تعتلي صهوة جوادها في المنافسات الرياضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا